هذه سادس مدرسة في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذيقار تتعرض للسرقة وتمزيق سجلاتها المدرسية حادثة تخريبية تقلق الأهالي هنا خصوصا في مركز القضاء ما يقارب ست مدارس أو أكثر لربما أكو مدارس ما تم الإعلان عنه تعرضت للتخريب للحرق للسرقات لا ننسى أنه العام الماضي سجلت المدارس أيضا حرق بعض الإدارات وكذلك اعتداءات على المدارس من قبل ذوي الطلبة وبالتالي اليوم أصبحت المدرسة بهذه الآلية بسهولة مثلا يتم الاعتداء عليها هذا الشيء صراحة هو مرفوض هذه رسالة للقاعد الشرطة بأنه كل مدرسة يوقف يمها شرطي أو مدير التربية ورسالها من ثاني للمدير مال التربية قسم الشطرة أو الأقسام البقية بأنه يعززون هذه الظاهرة على هذه السرقات يعني بالذات المدارس المدارس ها يعني أطفالنا وين تروح؟ فيما عزت نقابة المعلمين في قضاء الشطرة أن أسباب العبث بإدارات المدارس هو لنقص الحراس الليليين مطالبة بإلاء حماية المدارس أهمية كبرى لأنها واجهة المحافظة التربوية الحقيقة الحارس الليلي هو صمام الأمان لمدارسنا وعند حدوث تخريب أو سرقة لمدارسنا يسبب ضرر شديد على ملفات مدارسنا الحقيقة هذا الأمر محزن جدا أن طالب من الجهات المختصة والمديرية العامة بتوفير درجات تساعد هذه الحراس لأن الحراس حاليا يستمر لساعات طويلة في الحراس تسبب خلل شديد في الالتزام بالوقت والعمل الحراس وبعد أزمة اكتظاظ المدارس وقلة البنايات المدرسية تتصدر للواجهة السرقات والعبث في مدارس قضاء الشطرة مما يضيف قلقا عند الأهالية من استفحار هذه الظاهرة من ذيقار سعد الركابية قناة الفلوجة